السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم وفكرة جديدة حلوة جدا جدا. علبة قطن الودان. علبة قطن الودان تبنت فيها وملاش اي اهمية وكلنا بنرميها. بس انا بقالي فترة بجمع فيهم علشان عندي فكرة روعة فعلا هتعجبكو جدا جدا. مش هحتاج اكتر من كزا علبة قطن ودان وشوية فوم وبس خلاص كده وكارتون مهمة اوي الكارتون. انا طبعا حاولت ان انا اشيل الورق اللي عليهم بس للاسف ما عرفتش هشيله. فمش مشكلة خالص انا هسيب الورق وهبتدي اشتغل عليه قططة بتمسي عليكم. بدأت معنا الفيديو من اول والنهاردة. اه هاخد المقاس بتاع العلبة بالطول وبالعرض. علشان المقاسات توقع مضبوطة بالضبط. علشان كل العلب هحتاج لها نفس المقاس. وبعدين هحدد المقاس على الفوم. آآ الفوم لونه مش باين في الفيديو بس هو مو فاتح. آآ متر الفوم ده رخيص جدا جدا بستة جنيه. هيكفي معاكو وهيبقى كمان. انا هستخدم لونين. وهنشوف مع بعض خليكم معايا لاخر الفيديو. عشان تشوفوا الفكرة فعلا حلوة جدا جدا. بس خليكم معايا. ومش هفكركم باللايك والشير. مش هفكركم كمان يشرفني اشتراكو في قناتي. آآ طبعا انا قصيت المقاس اللي انا عايزاها. بالضبط على قد العلبة وهبتدي على ازدقوا. بالشكل ده من برة. مش هياخد اي وقت ممتاز سهولة. لو في اي زيادات طبعا هشالها بالمقاس او بالقطر. آآ هعمل كل العلب. انا قصيت كل الشرايحة عشان تبقى جاهزة. واشتغل بسرعة. والمقاس يبقى مصبوط معايا بالضبط طبعا جوا كمان هشتغله. جوا بياخد مساحة اكتر اقل شوية من اللي برة. مش بياخد نفس المقاس. بس وهشيل الزيادات. انا بالنسبالي القطر اسهل ان انا هشيل به بيطلع الحاجة مصبوطة اكتر. قصيت كمان دواير علشان احطها جوه العلب. علشان تبقى العلبة متقفلها بره وجوه يبقى شكلها نضيف. ومش محتاجة اي حاجة عشان اخبيه ولا داري اي شكل مش حالو. الدواير طبعا انا اتنيها نصين عشان وانا بحطها تتحط مصبوطة. بحط شامع تحت الاول. بس تبقى مصبوطة كده وشكلها حلوة وريجو تاني باتنيها نصين بالشكل ده. وبعدين ابتدي احطها. المفروض ان انا بعد ما خلصتهم كلهم هجمحهم كلهم هلزقهم مع بعض. احاول اخلي آآ القفلة بتاعة الشغل اللي انا لزقته تبقى كلها مستخبية جوه بعضها. علشان ما يبقاش باينة واسبها عالطرف ويبقى شكلها مش حالو. كلها خبيتها في بعضها وانا بلزقها. بالشكل ده. كل المجموعة لا زيت. يبقى كده انا محتاجة اعمل لها قعدة. وكمان اعمل لها غطى. كرتونة طبعا الكرتون كل. بعمل علامة على شكل العلبة كلها على بعضها. هي دلوقتي طبعا بقت علبة واحدة. مش مجموعة علب. وبعد كده باقصها وبطلحها كدعة كارتون بالشكل ده. واتأكد ان المقاسات كلها مزبوطة. هاخدها والزقها على الفوم. ده الموف الغامق. ببتدي طبعا اقص بعد ما لزقت بشيل كل الاجزاء اللي انا مش عايزاها بالشكل ده. ممكن تتقص بالقطر ممكن تتقص بالمقاس. انا بالنسبالي بحب اقص بالقطر طبعا بيطلع علي الشغل مزبوط اكتر. لكن المقاسة كمان ينفع. اخلصهم كلهم بالشكل ده. كده مزبوطة. هبتدي بقى اخد الجزء اللي هيبقى الناحية التانية. برضو بنفس الطريقة هحط الشمع وبعدين هقلبها على الفوم. واخد نفس الخطوات بالشكل ده. كده انا عملتها. تمام. هبتدي بقى احط الشمع عشان الزق العالة بفوقيها. بالشكل ده. لازم اكون سريعة جدا عشان الشمع ما ينشفش. وكمان لازم مستدس يكون في الكهرباء. هلزقهم كويس. وتأكد ان هم تمام. آآ ده ضمتيل. الوانه حلوة جدا جدا. وهيمشي قوي مع آآ الالوان الموجودة. هلزقه علشان اداري بيه الكارتون وكمان شكل الشمع اللي موجود. وفي نفس الوقت هدي للعلبة شكل شيك وهيزود جمالها. زي ما انتم شايفين بقت حلوة جدا جدا. ده فوم ملون. آآ هقص شراية رفيعة. يعني بالزبط كده انا قسط طبعا آآ السمك اللي موجود على العلب. علشان اعرف انا محتاجة قدي ايه بالزبط. وعرفته وقصيت على قده. هبتدي بقى من اي مكان يعجبني بس طبعا انا احب ان انا ابدأ من النص علشان اسهل القفلة بتاعتي تبقى واضحة قدامي ما تبقاش عند آآ التقاء العلب مع بعض وتعملي مشكلة. بنفس الطريقة كده زي ما انتم شايفين هكمل بقية العلب كلها. طبعا آآ منه بيدي نظافة وكمان بيزود جمال العلبة اللي انا بعملها. خلصت معظمهم. هكامل الباقي كله. انا مفضلت ان انا اقفل العلب من فوق بفوم عن ان انا احط لها اي دنتيل او خرز او لولي او الكلام ده. حسيت ان كده هتبقى احلى وفي نفس الوقت هتنفع للفاكرة اللي انا بعملها بالزبط. خلصتها بقت طحفة حلوة جدا جدا زي ما انتم شايفين. حتى ممكن تقف على كده بس طبعا انا بعملها غطا. الغطا هعمل فيه نفس الكلام برضو. هداري الكارتون وتقفيلة الفلين مع بعضها الفوم مع بعضها. بالشكل ده بنفس الشريط اللي انا قصاه. طبعا خلصت. اه هنا دلوقتي هعمل ايه? هعمل اه مكان امسك به الغطا بتاع العلبة وانا بفتحها. هجيب كتعة من الفوم وهلفها وابرومها بالمنظر ده. وبعدين بعد ما خلصها حط لها نفس الدنتيل اللي انا حطيته على العلبة من تحت. هيخلي شكلها حلو جدا جدا. حط الجزء اللي فوق الاول. عشان يبقى الشوك الشغل شكله نظيف. وخلصتها طبعا هلزقها دلوقتي في النص بالزبط. دلوقتي بقى هعمل ايه? هرسم وردة وورقتين شغر او تلاتة على حسب. طبعا اي رسمة انتم حابينها ممكن ترسموها لوب ورد فرع شجر اي حاجة. بعد ما خلصتو هجي بقى قطر وابتدي افرغ وطلع اللي انا رسمته ده برا. احاول ان انا ما قطعش خالص وتبقى اداية مزبوطة علشان انا احتاج القطعتين اللي انا فرغتها واللي اتفرغ. الاتنين هشتغل بيهم. فلازم اسيبه نضيفه. مش هينفع استخدم مقص بس ممكن نستخدم مقص صغير خالص علشان اعرف اطلع الاشكال من غير مبوز بقية القطعة اللي انا بشتغل فيها. برضو القطر بالنسبة لي احسن. خلصتها كلها. شايفين شكلها حلو ازاي? اخدها زي ما هي كده. واحطها على غطى العلبة واحدد بالشكل ده عشان اشيل الزيادات. وهعمل علامة عشان اعرف ارجعها في نفس المكان. كده تمام قوي. شكلها حلوة جدا جدا. وحددت بالضبط لان انا عامل علامة طبعا. المكان اللي انا هحطه. هحط برضو الوردة. هوزعها وهوزع ورقتين الشجر عشان احط كل حاجة وبعد كده ابدأ لزق. عشان لو لزقت حاجة حاجة كل موضوع هتبوز مني. كده تمام بقى هبتدي الازق جزء جزء. مسهولة جدا. شايفين شكلها? حلوة قوي قوي. وفي نفس الوقت فكرة جديدة بدل معه ده حط استراس ولولي وكده. انا حسيت انها كده هتبقى مختلفة وشكلها حلو. وطبعا ليكم مطلق الحرية ده بيبقى احساس كل حد مختلف عن التاني. يا رب تعجبكو يا رب. وان شاء الله تنفزوها. اشيل اي زيادات ما لهاش لازمة بالشكل ده. كده الغطة بقى شكله حلو جدا جدا. ودي العلبة كمان. نفس الشريط اللي انا قصاها قبل كده هستخدمه برضو في العلب من تحت. هيديها شكل احلى واحلى لان زي ما قلت لكم انا مش عايز تحط ولا اليولي ولا استراس ولا اي حاجة من الحاجات دي. همشيها كلها بالفوم. فهتدي شكل احلى واحلى. طبعا انا مقفلة فوق وتحت مقفلة كل مكان زي ما انتم شايفين. دلوقتي ما بقاش فيه اي اثر للعلب. وما حدش هيجي في باله ابدا ان دي كانت علب قطن ودان. واي علب ما جمعها عندك هتنفع لنفس الفكرة. وهيبقى شكلها شايفين? حلو جدا جدا. دلوقتي انا اخدت بقيت اه الشريط بتاع الدنتيل اللي انا اشتغلت بيه هقص منه مربعات ومربعات هقصها لمسلسات. لان انا ما عنديش ريحتها صغيرة. وعايزة ازود بقيت اه الدكور اللي انا عاملاه والشكل اللي انا عاملاه. فهبتدي المسلسات دي هاخدها والزاقها على كل علبة. هحط مسلس في النص بالضبط من فوق. هيديها شكل احلى. وفي نفس الوقت يبقى طرديد للشغل اللي تحت عشان ما ينفعش يبقى انا حبطيته تحته وبس. مش هيبقى شكله حلو. انا كده عملت ربط ما بينه وما بين الجزء اللي انا عاملاه في الغطع وما بين كمان الجزء اللي انا عاملاه المسلس. ان شاء الله تعملوها وتعجبكم. اكيد اكيد حلوة جدا زي ما انتم شايفين. ما شاء الله. روعة. وكده استفدنا بحاجة كنا هنرميها وعملنا حاجة شكلها حلو جدا جدا. ومختلفة ومتميزة. يا رب تعجبكم وتنفزوها. واشوفكم بخير ان شاء الله. الفيديو الجاي. ومع السلامة.